بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي طلاب وطالبات الصف الخامس اللي ابتدائي اليوم ان شاء الله مع بعض هنكمل الوحدة التالت اخدنا احنا الدرس الاول واتكلمنا فيه عن المساحة واعرفنا عن ايه مساحة واسترجعنا بعض قوانين المحيط المربع والمستطير ومحيط اي شكل واعرفنا بقى مساحة المستطيل اللي هو كان الطول في العرض ومساحة المربع طول الضلع في نفسه وخدنا مساحة المسلس نص القاعدة فين في الارتفاع اليوم ان شاء الله بنكمل مع بعض برضو هناخد المساحة هناخد مساحة متوازي الاضلع تعان نشوف مساحة متوازي الاضلع ونشوف اصلها جاي منين لو بصنا على الشكل اللي قدنا ده شباب هنلاحظ عندنا متوازي الاضلع ده الف بق جمدال نسترجع كده وبعض طب ما احنا عندنا متوازي الاضلع فيه كل ضلعان متقابلان متساويان يعني الضلع الف بق هو نفسه يساوي الضلع ده الجيم وطوله الضلع الف ده يساوي الضلع بق جيم يعني المسلس الاصفر ده مساحته نفس مساحة المسلس الاخضر يعني معنى ذلك ان مساحة متوازي الاضلع ده عبارة عن مساحة المسلسين اللي هم اصلا متساويين طب احنا خدنا الحصة اللي فاتت مساحة المسلس الواحد عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع يبقى المسلسين يعني اقول اتنين في نص القعدة في الارتفاع يبقى القعدة في الارتفاع يبقى انا هنا اطلع ببساطة جدا بقانون مساحة متوازي الاضلاع فهمنا اصله جاي منين اصله جاي ان هو طول القعدة في الارتفاع جاي ان هو عبارة عن ضعف مساحة المسلس هو المسلس نص القعدة في الارتفاع ضعفه يبقى القعدة في الارتفاع امساحه متوازي الأضلاع عبارة عن طول القوعدة في الارتفاع تعاكده برضو ندرس الشكل القدامنا Far Eyes طول القوعدة في الارتفاع الارتفاع عباره عن اي عمود ساقط على اي اضلاع متوازي الارتفاع فالقطعة المستقيمة العمودية validity على اي ضلعين متقابلين المتوازي الأضلاع يا الارتفاع في الارتفاع الجسيم معموذ ثانيا معنى ذلك يحصل عن كاعدتين و ارتفاعين لأن العنبي التضلعين المتوازد الاضلع ليس متجاورين معنى ذلك لدي كاعد كبيرة فبالتالي ارتفاع الكبير و ارتفاع صغير اrateق الموضوع들 تفصيلة طريقة بشكل ثاني يحصلون لاختفاع أن لنقام التضلعات ت earlier في الارتفاع الاصغر او طول القعدة الصغرى في الارتفاع مين الاجبر? طيب انت لو عندك مساحة متوازل اضلاع وعندك الارتفاع اقدر اجيب طول القعدة? اه اقدر اجيب طول القعدة. ازاي? هقسم مساحة متوازل اضلاع على الارتفاع. طيب لو عندك الارتفاع وعاوز القعدة عاوز الارتفاع. الارتفاع هيصوي مساحة متوازل اضلاع على طول القعدة. tilوقت انا لسه قال دلوقت عند قاعدتين في متوازل اضلاع يو نزيل انت كم نعم ارتفاعا في متوازل اضلاع عند اثنين إى ارتفاعات متوازل اضلاع تتساوي فامرنا يتساوي فطالما هنا متوازل اضلاع دا الا الاضلاع المتجاوة اصلا في متوازل اضلاع ماذا يودون ان ي Loron HattarPg ؟ عندك الضلعين المتجوورين دول مش ميتساويين في متن Foldрав هما لو تساوهم يبقى ان الارتفاعات هتتساوى. فأقول لك متى تتساوى الارتفاعات عندما تتساوى اضلاع متوازي الاضلاع. تعالوا بقى كده ايه نشوف ازاي نحسب مساحة متوازي الاضلاع في الاشكال التالية. الشكل اللي قدامي ده الف بقى جيم ده المتوازي الاضلاع. اولا عشان احسب مساحة متوازن اضلاع محتاج قعدة وارتفاع وقلنا القعدة اللي هي احد اضلاع متوازن اضلاع والارتفاع اللي هو العمود اللي ينازل عليه فلو بصت في الرسمة اللي قدامك ده بص معي شباب هنا الارتفاع خمستاشر سنتي وهنا القعدة كام تلاتين سنتي هكتب القانون ان مساحة متوازن اضلاع اكتبه عبارة عن ايه طول القعدة في الارتفاع القعدة كام تلاتين والارتفاع كام خمستاشر يبقى تلاتين في خمستاشر يطلع 450 سنتيمتر مربع طيب الشكل ده القاعدة بتاعته كام 5.4 من 10 سنتي والارتفاع 3.2 من 10 سنتي يبقى المساحة طول القاعدة في الارتفاع يعني 5.4 من 10 في 3.2 من 10 يطلع 17.28 من 100 سنتيمتر مربع طيب الشكل قدام ده من قبل مدرسه كده في كم ارتفاع في 2 في دال واو ودال ها يعني من هنا قدر اقول ان مساحة متوازل اضلاع قدر اقول ان هي عبارة عن دال واو في الف وقدر اقول برضو ان هي عبارة عن دال ها في بق جيم فتعان تشوف ايه المعتطل اللي عندك في السؤال تخدمني في حل المسألة هو بقول لي ان الف فا 6 سنتي ودال واو 8 سنتي بقى ده اول حاجة فهمنا كده هنشتغل ازاي وهنبدأ من ايه يبقى عندي مساحة متوازل اضلاع عبارة عن ايه بقى هقول له دال واو في الف فا يبقى الف فا في دال واو الف فا اللي هو كام 6 سنتي ودال واو اللي هو كام 8 سنتي 6 سنتي في 8 سنتي يبقى كام 48 سنتي متر مرب طيب ايش القانون التاني هنا ايه عبارة عن مساحة متوازل اضلاع عبارة عن دال ها في بق جيم يبقى هنا بق جيم في دال ها المساحة اصلا احنا طلعناها كام طلعناها 48 واربعين. هتبقى عبارة عن ايه? بقى الجيم اللي هي طولها كام? طولها اتناشر سنتي. في دالهاء. طب اقدر اجيب دالهاء ازاي يا شباب? ها? خلاص احنا عارفنا يعني ناعدين شغالين متوزول لعبة حسة التانية مساحقة اهو الحسة التانية. يبقى دالهاء يساوي ايه? تمانية واربعين على الاتناشر. الحسة اللي فاتت لما كنت قالك لو ادك طوله المستطيل ومساحته يبقى جيب العرض المساحة الطوب. هنا بقى عندك دالهاء وعندك التمانية واربعين يساوي اتناشر في دالهاء. يبقى دالها ايه? تمانية واربعين على اتناشر يطلع دالهاء بيساوي كم سنتي? يطلع يساوي اربعة سنتي. تعان تشوف مسألة تانية. متوازي اضلع محيطه تمانين سنتي. ومساحته تلتميت سنتيمتر مربع. وطول الارتفاع الاصغر تمانية سنتي. اكمل. تعان تشوف. قبل ما ادخل في السؤال تعاني اتناش مع بعض. اعطيك محيط متوازي الاضلع. انا عشان اشتغل في محيط متوازي الاضلع. هو عبارة عن ايه? مجموع ضلعين متجاورين في اتنين. مادلش ولا ضلع فيه. يبقى كده المحيط مش عارف اشتغل في دلوقتي. عاوزك تباوات زاكي ولماحة. طيب اعطيك المساحة. وعطيك طول الارتفاع. طيب انا عارف من متأكد انك ممتاز وزاكي. المساحة عبارة عن اياه شباب. طول الارتفاع. ثم نعطيك الارتفاع تمانية. يبقى اطلع طول القاعدة. طول القاعدة الي هتطلع دي. ما هيه ده احد اضلع متوازي الاضلع. بس نخلي بانا بقى ده ما اقلش ارتفاع. ده بقول طول الارتفاع الاصغر. يبقى النا هطلعوا هتطلع طول القاعدة الكبرى. حتبع عبارة عن ايه? عبارة averaging متوازي متوازي الأضلع على طول الارتفاع الأصغر. مساحة متوازي الأضلع على طول الارتفاع الأضغر. هتساوي. مساحة متوازي الأضلع ليها كام? تلتمينعie. الارتفاع الأصغر ليه كام? هى هو تماني. تلتمينع حى التمانية هيتطلع كام هييتلع سبعة وتلاتين ونصص طيب هسأل سؤال بقى انا ايه مش موجود في المسألة انا انت جابت طول الكعدة الكبرى يعني احد اضلعه سبعة وتلاتين ونص طيب انا بقى لحبت اجيب الضلع التاني هجيبه ازاي انت عندك المحيط كله تمانين طيب المحيط عبارة عن ايه عبارة عن مجموع ضلعين متجاورين في اتنين طيب انا اجيب نص المحيط يبقى عبارة عن مجموع ضلعين متجاورين يعني لو جابت لانا نص المحيط كده شبابه ازاlandoه ايه او المحيط كله تمانيه يبقى نص المحيط نص في تمانين انت عندك نص المحيط اربعين يعنا ضلعين متجاورين اربعين واحد فيهم سبعة وتلاتين ونص يبقى تاني اربعين نقل سبعة تلاتين ونص يطلع اتنين ونص فانتين ازا طلبوه احنا كده احنا بقى بقى احاول اتنى اشف المسألة نطلع معا applicة مقلوب تاني نشوف المسألة ايههم اكبر في المساحة هنا ابدأ احصل لك مقارنة بين متوازل اضلاع والمثلث وان شاء الله ما نخد المعين والمربع من نفسه الكلام ايها دغji اكبر في المسائة متوازل اضلاع طول قعدته 10 وارتفاعه 6 ام مسلس طول قعدته 8 وارتفاعه 7 احنا عندنا شكلين دلوقتي متوازل اضلاع ومثلث هروح اجnad مساحة متوازل اضلاع وجب مساحة المثلث واشوفه نيك كبير اول حاجة اقول مساحة متوازل اضلاع قانون هاي طول القعدة في الارتفاع يعني كام يعني 10 في 6 يطلع 60 سنتيمتر مربع ده بروح هجب مساحة المسلس قانونه ايه نص طول القاعدة في الارتفاع يعني نص في 8 في 7 نص التمانية 4 في 7 يطلع كام 28 سنتيمتر مربع من بقى الاجبر هنا ده يطلع 28 سنتيمتر مربع ومتوازل اضلاع 60 سنتيمتر مربع يبقى الاجبر مين مساحة متوازل اضلاع هو الاجبر تعال نشوفها ازا يجيب مساحة المربع احنا اخدناها قبل كده مساحة المربع اللي هو طول الضلع في نفسه هناخدها بقى اليوم مساحة المربع بطريقة بمعلومية طول قطره احنا عندنا درسنا قبل كده من خواص المربع ان قطراء متعامدين ومتسويين يعني القطرين متسويين ده بدلوقتي عشان يجيب مساحة المربع باستخدام طول قطره ايه القانون بتاعها نص طول القطر في طول القطر نص طول القطر في طول القطر ده بمعلومية قطره لكن لو معلومية طول ضلعه طول الضلع في نفسه فهنا جاب له اسأل سهل وبسيط بقول لي اوجد مساحة المربع الذي طول قطره 8 سنتي يبقى لازم اشتغل بالقانون الجديد اكتب القانون ان مساحة المربع نص طول القطر في طول القطر يعني نص في ستاشر في ستاشر يطلع كام مية تمانية وعشرين سنتي متر مربع يبقى نحفظ القانون كويس مساحة المربع طول الضلع في نفسه لو جاب لك طول ضلعه لو جاب لك كطره نص طول القطر في طول القطر تعان تشوف لو جاب لك اشكال ركز بقى كده معي عشان اجب مساحة ده اولا هو هنا جاب لي بقميم 5 سنتي قبل ما احل المسألة بقميم ده 5 سنتي طب مهميم ده ليه كمان كام 5 سنتي يبقى القطر بقى ده الكله كام 10 سنتي يبقى دلوقتي كأن السؤال بيقول لك ركز معايا حبيبي كأن السؤال بيقول لك اوجد مساحة المربع الذي طول قطره 10 سنتي بس هو بجاب شكلك ده نرسم لك الرسمة عشان تفتكر خاصية ان الكطران ينصف كل من هما الاخر فهنا بقى ميم بخمسة سنتي وميم ده ليه كمان هتساويها 5 سنتي يبقى بقى دل كلها كام 10 يعني الكطر كله كام شباب 10 يبقى المساحة تساوي ايه بقى نص اللي بقى ميم بخمسة وعندك طول الكطر هيبقى دل هيساوي 10 سنتي يبقى المساحة هتساوي ايه نصف عشرة في عشر يعني 50 سنتي متر مربع تعان تشوف شكل تاني هنا بقى عاوز مساحة الشكل ده اول حاجة هجيب ايه عشان يجيب مساحة المربع هنا هجيب مساحة عشان يجيب مساحة الشكل المزلل ده هجيب مساحة المستطيل واجيب مساحة المربع الداخلي واترحم من بعد عشان يجيب مساحة الجزء المزلل مساحة المستطيل هنا عبارة ايه عبارة عن الطول في العرض يعني 5 و 2 من 10 هدربة في 10 يطلع 52 سنتي متر مربع بالمربع الذين قدامك�� الابيتز نص الكتر ياخ sido 2 يبقى الكتر كام 4 نصHiF تمام ممتاز أنا عاوز بقى مساحة الشكل المزلل هذه عبارة عن مارس عبارة عن مساح المستطيل Tiere bajarde Après 52 ومشاح المربع explorations 20 80 2 58 يطلع 44 سنتيمتر مربع ايه ما اكبر في المساح مربع طول ضلع عشرة ام مربع طول كتوه 14 هجيب مساحة المربع الاول وهاجيب مساحة المربع التاني مساحة المربع الاول عبارة عن ايه طول الضلع في نفسه يعني عشرة في عشر تطلع 100 سنتيمتر مربع مساحة المربع تاني بقى. هيبقى نص طوله الكتر في طوله الكتر. يعني نص فاربعتاشر فاربعتاشر. يطلع كام? تمانية وتسعين سنتيمتر مربع. من الكبير? طبعا مساحة المربع الاول هو الاكبر من مساحة المربع من? الثاني. نشوف سؤال تاني بقى جابلك سؤال ده حلو هركز معك واس جدا فيه بقى جابلك شكلين ومساحتهم متساوية. ده جاب لمستطيل مساحته تساوي مساحة مربع طول كتره اتناشر. ركز بقى كده معي. نقرى الحتة اللي بنقف على شوية. مستطيل مساحته تساوي مساحة مربع طول كتره اتناشر. يبقى اول حاجة هجيب مساحة المربع وهي نفسها مساحة مين? المستطيل. هقول له ان مساحة المستطيل بتساوي مساحة المربع. ده المربع ايه? معلوم كتره. كتره كام? باتناشر. يعني نص في اتناشر في اتناشر. يطلع كام? نص اللي اتناشر ستة ستة في اتناشر ب 72 سنتيمتر مربع يعني معنا دي لكن مساحها المربعί مرتب Gol 72 سنتيمتر مربع ومساحة المستطيل 72 سنتيمتر مربع اوجد محيط المستطيل إذا كان عارض المستطيل 8 تماما اقدر اجيب طول المستطيل انت عندك المساحة المستطيل اشوب اعجابه بالطول في العرضии فقدوا اقدر اجيب الطول بيساوي اتنين وسبعين. يبقى الطول هيساوي اتنين وسبعين على تمانية اللي هو كام? تسعة سنتي. ده الطول. هو بقول لك اوجد المحيط. يبقى المحيط بيساوي ايه? الطول زائد العرض في اتنين. يعني تمانية زائد تسعة في اتنين. تمانية وتسعة سبعتاشر. سبعتاشر في اتنين بي كام? باربعة وتلاتين سنتي. طبعا دي مسألة جميلة جدا. جاب مستطيل ومربع مع بعض.